كاففان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة المتوفق بشأنه مع وزارة العدل هذا النظام الأساسي المتوفق بشأنه كان موضوع اتفاق مركزي مع وزارة العدل في شهر سالة 2023 نحن من شهر سالة 2023 لحدود بداية سنة 2024 ما ندرنا التشغط واحتجاجية لأننا كان لدينا اتقا في مصالح المركزية بوزارة العدل وفي التضامن الحكومي من أجل أن وزارات المالية نضابط الاتفاقات التي كانت عقدها باقي القطاعات الحكومية مع الفرقات الاجتماعية في مختلف القطاعات ولكن للأسف الشديد أن وزارة المالية تلكأت على تنفيذ الاتفاق لأكثر من 6 أشهر ونحن دابو وصلنا تقريبا 8 أشهر إلى 10 أشهر ما نلقي نشتجوا من طرف مصالح وزارة المالية وزارة العدل مشكورين من جهتهم يدافعون ويرافعون على الاتفاق الذي أنجز معهم خلال شهر يونيو من السنة الماضية ولكن للأسف الشديد لم تجد أدا صغية ونحن في النقابة الديمقراطية العادل في المستوى الوطني مضطرين أننا ندخله في برنامج احتجاجي أولا عن طريق إضراب انداري كان لمدة 24 ساعة ومن بعد دخلنا في برنامج احتجاجي مطول مستطرفي ثلاثة المحطة نيضالية محطة الأولى تم تنفيذها خلال 48 ساعة الإضراب محطة اليوم 48 ساعة الإضراب مصحوب وقفات احتجاجي جهوي على المستوى الوطني ومحطة ثالثة إضراب وطني أيام سبعة وثمانية وتسعود شهر خمسة إن شاء الله ونحن كانت نتعاطي الحكومي مع هذا المصاري الحتجاجي دينا كانت شي حاجة فنحن نقابة مواطنة بطبيعة الحال ونحن نكون الصباقين للحال لأن الهدف دينا من هذه المحطة الحتجاجية ما شيء هو تأزيم الوضع أو تعطي الخدمات المواطنين ولكن العكس العكس سماما هو أننا نحاول نوصل الرسالة دينا لجهات المعنية نوصلوا صوتنا بشهد الناس دون صالح المعنية يشوفون ناحل وضعنا خاصة أننا هو القطاع الوحيد اللي معرفت شي تحسين أو زيادة في الوضع الاجتماعي للموظفين من قطاع العادل منذ سنة 2011 منذ إقرار نظام الأساسي سنة 2011 شهر ساعة لم أظن 2011 الحدود اليوم اللي احنا أدبت تقريبا 13 سنة قطاع العادل هو القطاع الواحد في القطاعات الحكومية اللي معرفت شي زيادة معرفت شي تحول وخاصة بعد إقرار استقلال السلطة القضائية سنة 2017 وما تابعه من أعباء جديدة على موظفي كتاب الضبط ومهام جديدة واختصاصات جديدة مرتبطة بما هو قضائي وما هو إداري ترجمة نانسي قنقر